وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعناية بالأئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى عدولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري حيث قال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة وقد أشار السيد وزير الأوقاف في هذا الصياق إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته لسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وذلك بهدف السقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية المقرر إنعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن